السؤال كيف يطمئن المسلم إلى حسن مستقبله في الآخرة متى أحسن العمل اطمئنه متى أحسن العمل فنحسن أنه في ربي يقول الله جل وعلا أنا إن ظن عديدي وأنا معه إذا ذكرني فمتى أحسن العمل وجده في العمل ونصح في العمل حسن ظنه بالله ومتى ساءت أعماله ساءت منونه فالواجه المؤمن يتقي الله ويراغم الله ويحضر محارم الله وأن يؤجر ما أعجب الله عليه ومن علامات ذلك العناية بالصلاة والمحافظة عليها يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة ويقول صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يواقهانا ومن لن يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحسر يوم القيامة في العون وهامان وقارون وبيض خلا ويقول صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العدل من عمل صلاة فإن صلحت فقد أفلح وأمدح وإن فسد فقد خاضر وخسر الحديث أره أول ما تفقن من دينكم الأمانة وآخر ما تفقن من دينكم الصلاة فإذا حسنت نفسك وجهت أهل الله وحوط على الصرارات في الجماعة وأحسنت في أعمالك حمد هذا يحصل رمك بالله وتطمئن إلى من وعد به أولياء من النجاة والسعادة ألا إن أولياء الله لا خلقون عليهم ولا هم يحزنوا الذين آمنوا كالبطب له بسرة في الحياة دينه الأحسن هم الذين آمنوا بالله واتقواوا واستقاموا على دينه أولياءه فما الأحسن العمل وجهة نفسك في العمل حسن ظنه بالله